اشتركوا في القناة اول مرة عاشت في خيام بعدين تحولت الى كارفانات وقسم منها عاشت في بيوت يعني خمسة عائلة في بيت واحد فيعني الكرامة انتزعت من الانسان ماكو خصوصية للعائلة فيعني تجرد الانسان من انسانيته كان عندهم امل انه لما تبدي تتحرر القرى رح يرجعون الى بيوتهم يعني كان يفكرون انه اوكي ممكن ارجع البيتي اصبغ شوي الحيطان او اعمل شوي اسلاك الكهرباء لكن اللي شافونه انه بعد ما تحررت رحوا شافوا بيوت متدمرة كليا يعني انت متقدر تعمر بيت ب الف دولار لح تحتاج الافات حتى اساسات البيوت يعني خربت ليش لانه شافوا اكو انفاق تحت البيوت يعني كل عشرة بيوت اكو انفاق مفتوحة من بيت الى بيت طيب هذا شو رح يجي يعيش يسكن بالبيت يعني شون يأمن انه ما يطلع له واحد من النفق يعني وبعدين حتى لو ما طلع له احد زين اساسات البيت كلها تهزت يعني ما فيش امان يعني ما فيش امان فصار الناس خيبة امل يعني كان عندهم امل انه بعد التحرير يرجعون هسه حتى بعد التحرير ما رح يقدرون يرجعون لانه اكو كثير امور محتاجين شروط الامان يعني انا من اروح اعيش في بلد او في بيت لازم احس بالامان من جاري احس بالامان من امشي بالشارع احس بالامان في كل شي بس ما اكو حياة بعد بهاي المكان ليش لانه الدمار هو اكبر مما نتخيله في عقلنا